البداية مع محافظة أسوان وتستمر متابعة معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الجاري تنفذها بمختلف القرى والنجوع المستهدفة بمحافظة أسوان من خلال جولات ميدانية لوحدة حياة كريمة بالمحافظة وتحديداً قرية وادي عبادي بمركز إدفو التي تضم ستة توابع بإجمالية 23 ألف نسمة وتضمنت المشروعات إنشاء واحدة للإطفاء ومكتب للبريد ووحدة طب للأسرة ومشروع تطوير مدرسة وادي عبادي الابتدائية ومدرسة أب مركبة للتعليم الأساسي بنسبة تنفيذ 100% وأيضاً مشروعات إنشاء المجمع الخمي ومجمع الزراعي وأعمال إحلال وتجديد خطوات وأعمدة والشبكات الكهرباء وأيضاً تركيب الوصالات المنزلية لخطوط مياه الشرب بالقرى